كما تشاهدون فهذا الشخص يحقق أكثر من 14865 مبيع وكل مبيع إخواني تصل إلى 24 دولار 23 دولار أيضا هذه التصاميم سأريك كيف ستحصل عليها بطريقة احترافية في هذا الكورس للربح من موقع شات جي بي تي و كانفا تابعنا في هذا الشرح السلام عليكم ورحمة الله مرحبا لمتابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الأنترنت ترسل اليوم إخواني عبارة عن كورس حقيقي ستحصل عليه مجانا ستجده في مواقع الكورسات مثل يودمي مدفوع ونحن سنقدمه لك مجانا لتحقيق أرباح كما شاهدنا في بداية الفيديو فقط تابع معنا كل شيء سهل جدا أيضا هنا إخواني أريد أن أشكر كل المتابعين الذين يقومون بالدعم بالتعليق وأيضا أنا لن أبخل عليكم شكرا لك أخي شكرا لك أختي في دعمي في هذه القناة أشكركم كلكم هنا وأيضا أنا أقوم بمراجعة التعليق إذا وجدت أي تعليق أجيب عليه وإذا لم أستطع الإجابة أقوم بعمل فيديو خصيصا للشخص لذا هنا رابط شاتشي بيتي إخواني في الوصف ستجدوا في الوصف عندما أقوم بوضع إخواني الفيديوهات فأنا أذكر صاحب التعليق لكي يستفيد منه وأكون قد أجبته بفيديو تابعنا لكي نشرح لكم طريقة قوية لربح من كانفا وشات جي بيتي في هذا الفيديو البسيط قبل شرح الفيديو إخواني أرجو أول استراتيجية أرجو أن تقوموا بإيقاف الفيديو والتعليق لدعمي أيضا لايك لهذا الفيديو لكي يستفيد وينتشر هذا الفيديو أول شيء إخواني كما تشاهدون هنا إخواني هذا الموقع أو هذا الحساب لهذا الشخص يقوم بإنشاء تصاميم بسيطة سأريك طريقة عملها وأيضا شاهد كم يبيعها إخواني بأثمان جيدة تستطيع فتح ومشاهدة هذا التيشورت ثمنه 24 بستسلر تصميم بسيط جدا سأريك كيف استقوم بتصميمه بطريقة بسيطة شاهد أكثر من 3324 مبيع لهذا التصميم تستطيع العمل في موقع ايتسي أو راتبابول إخواني إذا لم يكن لديك حساب تستطيع العمل على راتبابول إخواني فراتبابول أيضا قوي جدا ليس موقع بسيط فهو موقع قوي ومنافس لإيتسي رغم أن إيتسي إخواني يتحصل على زيارات تفوق راتبابول بكثير بكثير لكن هنا شاهد 560 مليون زيارة شهرية وراتبابول إخواني تقريبا 35 وفي تصاعد مستمر يعني ستربح من هذا الموقع إذا أردت العمل سواء على راتبابول أو إيتسي الفرق بين راتبابول وإيتسي إخواني في إيتسي إخواني يجب عليك بعمل بإحدى الشركات كما قلنا ببساطة إيتسي يجب أن تربطه بشركة تباعة لكي تقوم بطباعة المنتج وإيصاله هكس راتبابول فهو شركة سوق متجر وإضافة إلى أنه يقوم بطبع التيشورت والأشياء إخواني يعني يستخدم الطباعة وأنه متجر أيضا جيد سنقوم بشرح إخواني على راتبابول أو إيتسي والأفضل راتبابول لماذا إخواني لأنه متوفر إخواني لكل دول عربية ومجانا فتح إساب نتوجه إلى الطريقة الأولى كيف سنقوم بإنشاء بالتصميم مثل هذه التصميم مثلا دوكس شاهدة التصميم سأريك بالتفصيل كيف ستقوم بإنشائه أول شيء ستوجه إلى موقع شات جي بي تي لكن قبل ذلك إخواني سأريك الشخص كم يحقق من مبيعات أرباع خاصة به نسيت أن أشرحها هنا سأقوم بحسابتها أمامكم هذا الشخص لديه تقريبا في حسابه أربعة عشر ألف وثمان ومائة وخمسة وستون نفرض أن كل مبيع بواحد وعشرون دولار يعني إخواني تقريبا ثلاثة ثلاثة وثلاثة واثنى عشر ألف دولار لهذا الشخص بتصاميم تظن أنها صعبة لكن فهي بسيطة جدا ما ستفعله الآن كما قلنا ستوجه إلى شات جي بي تي وستستعمل اللغة أو ترجمة جوجل فقط قم بكتابة مثلا هذه الكلمة كما نشاهد هنا في التصميم إخواني يوجد كلمة وهنا دوكس وهنا كلمة ما سأفعله سأقوم بالتوجه إلى جوجل تراتيكس وقم بكتابة مثلا هذه الجملة بالعربية ويترجمها لجوجل دوكس أكتب خمس شعارات مضحكة على القمصان يعني التي شيرت للكلاب مثلا تتكون كل منها من ثلاث كلمات لماذا استهدف ثلاث كلمات إخواني هنا واحد اثنان ثلاثة أو واحد اثنان ثلاثة أن تحر ثلاث كلمات أو ست كلمات شات جي بيتي مباشرة عند الضغط على أوكي سيقدم لك الكلمات وهنا كما تشاهدون بدأ في تقديم لهذه الكلمات الاحترافية أستطيع مثلا نسخ نفس السؤال إخواني وإذا أجابك مثلا قم بكتابة مثلا تان هكذا عشرة سيجيبك شات جي بيتي بدون أي مشاكل يعني الفكرة والكلمات متوفرة من قبل إخواني قبل تطور الذكاء الاستناعي كان صعب أن تختار الكلمات تبحث في جوجل ويأخيك إلى متاهات هنا شات جي بيتي سؤال مباشر يجيبك إجابات مباشرة هذه الكلمات سنستخدمها في كانفا بعد هذه الخطوة الأولى ببساطة ما سنفعله إخواني سنتوجه إلى موقع كانفا هنا إخواني ملاحظة بعد الانتهاء من شات جي بيتي ما ستعمله إذا عملت على إيتي ستحتاج إلى شركة تعمل معها وهي براند فلاي لكي تطبعها التصميم الخاص بك تفتح حساب بطريقة عادية تأتي إلى البروداكت إخواني أو الكاتالوج تضغط على التي شيرت وتقوم بإنشاء التصميم إخواني كما تريد أو تقوم بالضغط على ماي بروداكت وتبدأ في التصميم إخواني براوزر أو البروداكت وهنا ستبدأ بإنشاء التصميم التي تريدها من الأفضل اختيار مثلا تي شيرت إخواني وومان أو مثلا في هذا الدرس نشرح تي شيرت بصفة عامة سواء للوومان أو المان وتختار تي شيرت الذي تريد هنا مثلا وتقوم بإنشاء التصميم الخاص بك جيد هذا بالنسبة لبراند فلاي هنا بعد اختيار التصميم الخاص بك هنا كما تشاهدون ستضغط على ستار ديزاين لكي تبدأ في إنشاء أول عمل خاص بك هنا ملاحظة في موقع براند فلاي ستحتاج إلى تصميم أن يكون جي بي جي أو بي أن جي وهنا يكون أربعة ومائة وعشرون في أربعة ألاف وعشرون ومائتين أعتذر في أربعة ألاف وثمان ومائة جيد توجه إلى كانفا هنا في موقع كانفا هنا كانفا وتبدأ في وضع المقياس الذي تريد مثلا هنا ستقوم بكتابة أربعة ألاف ومائتين في أربعة ألاف وثمان ومائة وتضغط على أوكي جيد هذا بالنسبة لموقع براند فلاي هنا في موقع كانفا ستجد الكثير من التامبلت إخواني ونحن ما نريده إخواني هذا النيتش يعني ريترو تي شيرت جيد سنقوم ببحث عنها في كانفا ريترو تي شيرت إخواني هذا هو المعرف باسم هذا الديزاين ما ستفعله أنت ستبحث على شيء يشبه مثلا هذا التصميم هناك ما تشاهدون تصميم بسيط ستجد الكثير ولنفرض أننا سأختار على التصميم أظن أن هذا جيد سأضغط عليه أول شيء أستطيع التعديل عليه كما أريد لا أحتاج هذه الكلمة لماذا؟ لأن التصميم هنا لا يوجد أي شيء سأقوم بحذفها هكذا وهنا أحتاج هذا الخط لكن سأريكم كيف ستضعون الضائرة أو يصبح هكذا كمثال هنا فقط هنا يوجد شجرة أو نخلة لا أريدها سأقوم بحذفها والآن ما أفعله إخواني سأتوجه إلى مثلا الـ Element وأقوم بكتاب تريترو هكذا وأضغط على OK سأجد الكثير من الأشياء التي أحتاجها أستطيع البحث على أي شيء أريده هنا إذا تعمقت في تصميم إخواني ستجد أنه كغروب شمس لذا سأضيف مثلا Sunset يعني غروب الشمس أضغط على بحث ونبحث سنجد ضائرة أضغط مثلا على See All هنا في الـ Graphic وستشاهد أنك لديك الكثير من التصميم ستستطيع اختياره هنا هذا التصميم هذا التصميم أنت حول في اختيار التصميم أنا مثلا سأختار هذا التصميم أعتقد أنه احترافي أستطيع تبديل أي تصميم أريده جيد أنا ما أحتاجه فقط دائرة وسأضيف لها Docs فيما بعد وأعدل الخط كما أريد جيد هذه الخطوة الأولى نريد وضع الكلمة التي أخذناها في شات جي بي تي توجد عشر كلمات هنا بس تأفني تي شيرت سلوغان فور دوكس ضطار ثري وورتس إيج هنا إخواني ثري وورتس إيج والنفرض أنني سأختار هذه الكلمات ستعطي ترجمتها واختيار الكلمة التي تعجبك أو تظن أنها ستلفت الانتباه جار والحب والعنان للفوز أصدقاء الكفوف المغامرة جيد سأختار مثلا هذه الكلمة الأولى وأقوم بالتوجي إلى كامفاس أضعها هنا باست جيد هنا أستطيع التعديل وإنقاس الخط مثلا هنا سأقوم بوضعها والنفرض أنني سأختار 300 جيد أعتقد أنها سأقوم بوضعها 250 أعتقد أنها جيدة هكذا الآن أريد إدارتها على هذه الدائرة ببساطة أضغط على إفاكت وهنا إخواني سأتوجه إلى هذا الخيار شاهد فهي أتت من الأعلى إلى الأسفل لكن أستطيع التحكم فيها من هنا إخواني شاهد ماذا سأفعل هكذا أتحكم فيها كما أريد والنفرض أنني سأقوم بوضعها هكذا أظن أنها جيدة وهنا كما تشاهدون شيء احترافي هنا أضفنا الكلمة أستطيع تغيير اللون تغيير أي شيء أريده هنا أستطيع تكبير التصميم نوعا ما هكذا أكبر الضائرة لكي يظهر بدقة احترافية هنا أيضا سأقوم بتكبيرها هذه الكلمة تستطيع التعديل عليها إفاكت وهنا شاهد أستطيع التغيير كما أريد مثلا هكذا وأقوم بتكبير الدزاين نوعا ما هذه الدائرة جيد بعدها ماذا سأفعل هنا إخواني أريد مثل هذا الضوغ إخواني يعني خيال الضوغ فقط يعني خيال أقوم بترجمتها في جوجل تحصلت على هذه الترجمة قمت بكتابتها هنا قمت بكتابة خيال الكلب هكذا ظهرت لي هذه الأشياء أستطيع الضغط على هذه الأشياء كما تشاهدون أختار أي شيء أريده شاهد هذا الضوغ هذا الضوغ يعني أنت حرف اختيار الضوغ الذي تريد ولنفرض أنني سأختار مثلا هذا الضوغ أعتقد أنه جيد هكذا شاهد بدأ التصميم خاص بي يظهر باحتراف أستطيع وضعه هكذا جيد هنا انتهيت من التصميم بطريقة احترافية ماذا أفعل الآن إخواني أستطيع مضاعفة التصميم فقط add page وهنا العودة أو الضغط على duplicate page هكذا أضغط هنا وأضغط على duplicate page وغير فقط إخواني الضوغ أضيف مثلا أحذف هذا الضوغ لكي أحقق هذا تصميم أخرى أضع هذا الضوغ إخواني هكذا أقوم بتكبيره وهنا الكلمة كما تشاهدون ونفرض أنني سأستخدم الكلمة الثانية يعني سأقوم بإنشاء عشر تصميم في ظرف قياسي copy أعود هنا canva أقوم بوضعها past وأضغط على ok كما تشاهدون ظهر باحترافية هنا تستطيع تكبير هكذا وهنا وضعه هكذا والتعديل إخواني بالطريقة التي تريد يعني ستربح جيد هنا ستربح الوقت مرة الأخرى أضغط على duplicate من هنا هذا الخيار سيضيف لي صورة أخرى أقوم بحث هذا الضغ وأضيف مثلا see all هنا وأضيف مثلا هذا الضغ هكذا وأضيف الكلمة الثالثة وهكذا إخواني سأنشئ عشر تصميم بدون تعب بدون أي شيء إخواني هكذا past عفوا عودة أحدد عليها هكذا وأضغط على past هنا أضغط على ok شاهد إخواني أنشأت ثلاث تصميمات بضغطة زر يعني طريقة احترافية إخواني بدون تعب هنا أضفت خمس تصميمات لكي تشاهدوا أن الطريقة سهلة وبسيطة جدا هناك ما تشاهدون كل شيء جيد خمس تصميمات احترافية وأيضا دقة عالية الآن أريد تحميم أحد تصميم فقط هنا اضغط على مثلا هنا download download هكذا وهنا اختار transparent background لأنك ستحتاجها واختار إخواني jpg هكذا أو png لا يهم وهنا all five page أضغط على download سيبدأ في تحميل الملف كما تشاهدون بطريقة بسيطة هذا الملف سيتم تحميله أو أستطيع اختيار كل صورة وتحميلها لوحدها بدون أي تعب سيظهر لك هذا الملف تضغط على download بعدها سيظهر لك هذا هو الملف الخاص بنا هذه الصور الاحترافية دقة عالية property تستطيع تغيير كل شيء تريده إخواني تستطيع أيضا تقوية الرسم الخاص بك بالطريقة التي شرحناها في أحد الفيديوهات في القناة إخواني عد في الفيديو الماضي أو الفيديوهين الماضيين إخواني ووضعت لكم موقع جيد يقوم بتقوية دقة الصورة هنا هذه الخطوة وإذا أردت تحسين التصميم الخاص بك يعني الدقة تصبح تقريبا إخواني 20 ميجا بيكسل يعني هنا كما تشاهدون تقريبا 20 ميجا بيكسل ستصبح تستطيع استخدام هذا الموقع أو هذه الإضافة tools online شرحها إخواني شرحتها في أحد الفيديوهات أعتقد أنني وضعتها في أحد الفيديوهات هذا هو الفيديو إخواني إضغط الحصول عليها مجانا جيد بعدها سنتوجه إذا عملنا مع كما قلنا نحتاج إلى موقع لنعمل معه وهو موقع تقوم بفتح حساب وتضغط على التشيرت بعدها إخواني سأعيد كيف ستدخل إلى هذا التصميم سأريك تضغط على تضغط على تشيرت سواء أو من أو من ثم تختار التشيرت الذي يعجبك مثلا هذا التشيرت والآن سأبدأ التصميم عليه إخواني ستار ديزاين وهنا سأضغط على ماي ديفايز وأختار مثلا التصميم الأول الذي أنشأته أو بن ننتظر إلى أن يتم تحميله كما تشاهدون هنا العداد نفس التصميم إخواني تستطيع التوجه إلى راد بابول وكتابة كلمة تشيرت ثم فاني دوغ مثلا هنا خيال وهنا ظهرت لهذه التصميم شاهد هذا التصميم متصدر نتائج البحث إخواني هنا تستطيع إضافة كلمة مفتاحية والمنافسة هنا نفس الطريقة ستحمل التصميم هنا مثل هذا الشخص إخواني شاهد هذا التصميم تستطيع تحميله في راد بابول وبداية البيع هنا شاهد هذا الشخص لديه تقريبا هنا سنشاهد عن المبيعات أكثر فقط تصميم بسيط تستطيع إنشاءه بدون أي مشاكل يعني كل شيء أمامك فقط يبقى العمل نعود هنا لنكمل العمل هنا كما تشاهدون تم وضع التصميم هنا تستطيع تغيير هنا حث التصميم أو أي شيء تريده تستطيع حث التصميم وإضافة تصميم مرة أخرى هنا فقط شاهد تصميم ظهر بتقنية غير واضحة لماذا لأن اللون الأسود ونحن أنشأنا تصميم باللون الأسود أضغط هنا أو الكتابة باللون الأبيض أضغط هنا لتغيير اللون color أضغط هنا شاهد هنا بعد تغيير التصميم إلى اللون الأسود أصبح اللونه جيد أو ظاهر بطريقة جيدة يعني شيء جيد نستطيع التحكم في تصميم كما تريد تكبير هنا شاهد كيف أصبح كيف كان وكيف أصبح هنا تستطيع التحكم التعديل في كل هذه الأشياء وهنا عند الضغط على preview ستجاهد كيف سيظهر أنا أعتقد أنه جيد أيضا هنا شاهد كيف سيظهر احترافية في الظهور ونفرض أني سأختار هنا أضغط على save product وهنا سيتم وضعه في story بالطريقة التي شرحناها من قبل راد بابل نفس الطريقة تضغط على open هنا اخواني open add new work وتقوم بإضافة العمل الخاص بك وسيظهر في الموقع بطريقة احترافية اخواني جيد هذا هو ترسلني يوم أرجو أن تستفيدوا منه في الأخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته